اشتركوا في القناة من أبيهم آدم عليه السلام إلى سيد الأنبياء من أبي الأنبياء إلى خير الأنبياء المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الأبي وبين الأفضل وهو محمد صلى الله عليه وسلم تجد هناك من الأنبياء ممن هاجروا ومما نحن بصدده الخليل إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليه السلام لما شب ورعرع إسماعيل عليه السلام وكان مرضيا ورب العالمين لما ذكره في سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فإسماعيل عليه السلام أمره الله تبارك وتعالى أن يكون في طاعة أبيه وقد جاء أبوه ورأى في المنام أنه سيذبحه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى قال يا أبتي في هذا السن في حدثة سنه لا يتجاوز أربع خمس سنوات فيقول للأب يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولم يقل صابرا لأن ملك الصبر الذي جاء في القرآن هو أيوب وإنما قال من الصابر أنا واحد من الصابرين وفنجح في الاختبار بينما موسى عليه السلام لما قال له الخذر إن لن تستطيع ما قال ستجدني إن شاء الله صابرا فأراد أن يكون أن يفرد الصبر لنفسه فرصب في السفينة بينما إسماعيل قال من تواضع قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين وهذا بالطبع في تفاضل الأنبياء فإن ما من نبي تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض فكما أن إسماعيل فضل على موسى في هذه الجهة فإن موسى قد فضل على إسماعيل في أمر آخر فتلك من باب تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض وهذا تفضيل على العطايا وقد جمع الله كل هذه الفضائل وجمع كل هذه الفضائل والشمائل في محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق ولم يقل كبير عظيم والعظيم لم يكن هناك من هو أكبر منه لكن لو قلنا فلان كبير هناك من هو أكبر إذا قلت فلان عظيم لم يأتي من هو أعظم منه وقد جاء في القرآن وفذيناه بذبح عظيم ولها عرش عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فذيناه بذبح عظيم الخروف والخروف أعظم شأنا عند الله من الجمل لو أن رجلا نحر جمل ورجلا دبح خروف فصاحب الخروف أعظم شأنا وصاحب الجمل أكثر لحما لأن الله لما قال سبحانه وتعالى وفذيناه بذبح لو قال بذبح كبير لكان جمل لكن لما قال ذبح عظيم فالخروف عظيم في شأنه لا أنه كبير في حجمه فالجمل كبير في حجمه لكنه صغير في شأنه بينما عظمة الخروف تكمن في ذكاته حينما يذبح وفذيناه ما قال بخروف عظيم بذبح عظيم لأن الذي يذبح الخروف يستشعر التقرب إلى الله والعظمة بينما الذي ينحر الجمل فيشوبه الخوف أكثر من أن يستشعر شيئا الذي يذبح الجمل ينحر الجمل تجد عشر أو خمسة عشر ماسكين جمل وكل منهم يخاف أن يؤذيه الجمل لأنه لم تكن هناك رهبة مثل ما تكون في الخروف فمن ثم نفهم الآية الكريمة وفذيناه بذبح عظيم عظيم الشأن عظيم عند دكاته عظيم في القربات لأن لحم الضأن أعلى من لحم الجمل وإن كان الجمل كثير وأنت لو قلت لشخص دخل علينا رجل كبير يتخيل الذي تخبره بذلك أنه طويل عريض لكن لو قلت دخل علينا رجل عظيم يستشعر السامع من كلامك ويستشف من كلامك أنه عالم متعلم صاحب شأن إذن الذي دخل إنما هو رجل عظيم في معناه لا في بنيته وقد قال الله في محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم بل أن نوحا عليه السلام أطول عمرا فنوح من حيث العمر أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الشأن أعظم فإسماعيل عليه السلام لما قال لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابر وقد قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما تدهر والرؤية هذه لفتة بيانية الرؤية إذا جاءت من الكبير إلى الصغير تكون كاملة تامة أما إذا صدرت من الصغير إلى الكبير تحتاج إلى من يكملها فلما يوسف قال لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا لم يقل في المنام وإني قد رأيته لأن جاءت من الصغير إلى الكبير فإحتاج الكبير أن يكمل له المعنى فقال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقامرة رأيتهم لي ساجدين فكان الخطاب من أبيه فيه توضيح زيادة توضيح لما رأاه لأنه لما قال إني رأيت أحد عشر كوكبا قد يتبادر للسامع أنه رأاه مباشرة رأيتهم لي ساجدين لم يقل في المنام لكن يعقوب عليه السلام أكمل له المعنى فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فقال ما قالوا لا تقصص خبرك فبين للسامع أنها رؤيا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا أما لما كانت الرؤيا من الكبير إلى الصغير فكانت تامة قال إبراهيم قال لولده الصغير يا بني إني أرى في المنام ما قال إني أرى أني أذبح لو قال إني أرى أني أذبحك لخاف إسماعيل وقال لماذا يذبحني لما قال في المنام ففهم الخليل ففهم نبي الله إسماعيل مع حداثة سنة أن هذا أمر من رب العالمين لأن المسألة رؤيا والرؤيا لها علاقة بالأرواح وعالم الأرواح عالم يخفى عن الخليقة إنما أسراره من الخالق لأن الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف فلما ائتلفت الأرواح بين روح الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل فكل ما يصدر من الكبير إلى الصغير فهو مقبول يعلم أن هذه الروح التي فيها الألفة مع الروح الأخرى لا يمكن أن يصدر منها الشر وأنت مع صاحبك حينما تطمئن له وتتآلف الأرواح فكل ما يأتي منه تعلم أنه ما يقصد أن المسألة فيها أمر آخر لا تعلمه قد علمت من ظاهرها شر لكن باطنها ما يحمل الخير فأنت تنظر إلى ما وراء الصطور فقال إبراهيم إني أرى في المن إني أذبح فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء ما تؤمر من مين هو يعلم أن الأوامر تأتي للخليل إبراهيم من 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 الخالق وقد سماه الله خليلا هو دون الأنبياء والخليل بمعنى الذي يتخللك وفرق بين الصديق والصاحب والخليل وهذا هناك تمت فرق شاسع بين الصاحب لأن أول معرفتك بالرجل تكون صحبة فإن طالت تتحول إلى صداقة فإن طالت تحولت إلى خلة والخلة بالكسر ورضو بها الصداقة وهذه التي جعلها الله مع نبيه إبراهيم فاتخذ الله إبراهيم خليلا وسنتكلم عن هذه الفروق في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة